انا عارفة ان انت دائما بتدور على ادوات تعملك فيديوهات احترافية بالذكاء الاصطناعي بالصوت والصورة وتكون مجانية النهاردة حكلمك عن بديل لبعض هذه النماذج المدفوعة زي جوجل بي او ثري وليه جوجل بي او ثري بالذات لان هو بينتج فيديوهات بصوت وده اللي حنعمله النهاردة من خلال منصة الذكاء الاصطناعي هي منصة صينية مفتوحة المصدر وحنستخدم نموذج هون يون لانتاج هذه الفيديوهات يلا بينا نبص بصة سريعة على هذه المنصة اللي فيها امكانيات مختلفة كل اللي عليك ان انت حتخش على الرابط الموجود في الوصفة اسفل الفيديو والافضل انت طبعا تستخدم ترجمة المتصفح لان الانترفيس هيكون بالصينية وترجمة المتصفح هتختار اللغة الانجليزية او اللغة العربية تترجم الانترفيس هتختار التسجيل بالايميل وتدخل بريدك الالكترونية هيتم ارسال رمز التحقق على الايميل هتجيل الكود هتبتدي تدخله طبعا لازم توافق على الشروط الخاصة بالمنصة وبعد كده حيكون لك حساب على المنصة وتعالوا نكتشف المنصة مع بعض بعد ما تسجل دخول على منصة هونيون.insent.com هتبص تلاقي ان عندك كده نوع من انواع النماذج عندك اللانجويش موديل اللي تقدر فيها تتعامل مع النصوص زي هونيون تيربو اس اعتقد ده الاوفيشيال ريكمنديشن واكتر واحد يعني مرجح استخدامه في عندك الاسترونجست ريزونينج موديل زي الهونيون تي وان والليتست اونلاين اللي هو الهونيون اي وان ثري بي ده لو انت مهتم بيه التاكست موديل اما بالموديل اللي بتعامل مع النص بالنسبة للفيجوال اندرستاندينج بالنسبة للموديل اللي بتقدر نها تتعامل لما تيجي ترفع لها مثلا صورة فالنماذج اللي بتتعامل بيديك في نموذجين الهونيون تيربوز فيجن والهونيون تي وان فيجن اتمنى بس تكون منطقة هونيون صحي يعني مش حيشغلنا موضوع النطق قوي لان في بعض الناس بتكلمني في موضوع النطق لبعض النماذج يعني الموضوع مش حيشغلنا كتير يعني المهم ان احنا نستفيد من النموذج نفسه وايضا بقى بالنسبة للفيجوال جينيريشن واحنا اللي جايين لنهاردة نتكلم عنه انت عندك انواع من النماذج المختلفة الموجودة في الفيجوال جينيريشن عندك بالنسبة ليه الامج هتلاقي بعض النماذج خاصة بالامج وبتغير الستايل بتاع الامج وفيه كمان فيجر ايدتينج ولو انت عايز ثبات ليه الصور وفيه عندك هنا الجزء المتعلق بالفيديو اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة فيه عندك الجزء المتعلق بالفيجر فيديو فيه عندك فيديو فيديو عندك فيديو 2 جينيريز ساوند افكس فيديو 2 فيديو اعتقد فيديو فيديو أنا هنا قمت بتغيير الترجمة للغة العربية عشان الموضوع يكون واضح ليك أكتر نموذج تنسينت هونيون الكبير معلش بابا انتقوا غلط ولا صح هونيون أوكي تمام دي نضنطق الصح يا جماعة ما اسموهش هونيون اسمه هونيون هذا النموذج عندك زي ما احنا شايفين بالنسبة لي النموذج الموجودة في توليد المؤثرات الصوتية فيديو فينسينت في فيديو الشكل كمان ممكن احنا نزوده هنا انت ممكن ترفع فيديو ويدبلج لك الفيديو ممكن انا انتقل الى فينسينت جنرال تعالوا كده نبص جنرال وبعدين نبقى نعمله ساوند افكت هنا هبتدي ان انا احط الوصف بتاع الفيديو بتاعي بارة عن مهرج بمواصفات معينة دي هنا المطالبة السلبية الاصلية حسبها زي ما هي هنا ما اذا كان سيتم تمكين وضع المخرج انا قلت له لا نسبة العرض 16 لتسعة حعمل توليد الان ونشوف النتيجة هنا بالنسبة لي الامر مهرج مخيث وجه ابيض مبالغ فيه وانف احمر فاقع وشعر احمر مجعد يحدق مباشرة في الكاميرا بابتسامة ساحرة مغلقة يقف تحت ضوء واحد في مكان مدخن خافة الاضاءة ده الوصف الوصف ده انا جايبه اصلا من شات جيبتي يعني بالانجليش قلت له انا عايز وصف المهرج بمواصفات معينة بطريقة بسيطة جدا اعطاني هذا الوصف وفي انتظار توليد الفيديو وممكن بعد كده اخد الفيديو ده اعمل عليه ساوند افكت زي ما بيه وثري بيطلع لي تم انتاج الفيديو بتاعي ايدي الفيديو هتشوفو دلوقتي على الفول سكرين الفيديو مدته خمس ثواني طبعا هو بياخد وقت في الانتاج فانت لازم تكون صبور لاحظ ان انت بتستخدم اداة بشكل مجاني او بتستخدم نموذك بشكل مجاني في ووتر مارك لو انت عملت ريسايز ليه الفيديو بتاعك على اي برنامج منتاج تقدر ان انت تخفي الووتر مارك ما يبقاش ظاهر معاك يعني الووتر مارك موجود في مكان سهل جدا جدا انت تعمل ريسايز الفيديو ما يبقاش معاك عملت ليه بقى بعد كده؟ عملت داوند للفيديو وبعد كده رحت على التأثيرات دبلجة الفيديو اللي هو باللغة العربية اسمه كده يعني تديت ان انا قلت انتقل الى التجربة انتقلت للتجربة رفعت الفيديو بتاعي وحطيت الساوند افكت اللي انا عايزة يكون موجود انا عايزة ايه بالضبط يكون موجود عندي كساوند في الفيديو وتم عمل وانشاء الفيديو وحتشوفه دلوقتي الصوت بتاع الفيديو من خلال الفول سكرين فيديو اللي حيظهر دلوقتي قدامك على الشاشة هرجع اقول لك لاحظ ان انت بتستخدم نموذج مجاني فالبعض هيقول لي خمس سواني فقط يا جماعة ده نموذج مجاني البعض هيقول لي فيه ووتر مارك موجود في الجزء ده هقول لك ده نموذج مجاني فلازم يكون واخدين بنا من الموضوع ده كويس جدا ايضا بالنسبة لإيه الصوت البشري الرقمي اللي هو الفيديو افاتار الفيديو افاتار الفيديو افاتار انت بتعمل ايه انت بتبتدي ان انت ترفع صورة انا فيه هنا هو فيديو حاليا انا شغالة عليه رفعت الصورة دي وابتديت ان انا احط هنا التكست اللي انا عايزة هرجع بس اعمل ترانسليفتو عربك وهنا هتحط التكست النص الصوتي النص الصوتي لحد خمسين كاراكترز مش اكتر من خمسين كاراكترز خمسين حرف وهنا بتبتدي تختار النغمة النغمة اللي هي مش النغمة هنا المقصود بيها الصوت اللي الشخص هيتكلم به فبتبتدي تختار هنا ما بين شوية حاجات في فتا الشمس مثلا وتبتدي ان انت تختار هذه النغمة وتبتدي زي ما قلت لك ترفع الصورة بتاعتك والصورة مزدتش عن 20 ميجا بايت ده حجم الصورة وفورمات بتاعه هيكون جي بي جي او بي ان جي او جي بي اي جي وبتبتدي ان انت في كمان امكانية لاختيار الصرعة الصرعة بتاعت الفيديو وحيبتدي ان هم يولد لك الشخص وهو بيتكلم افاتار فيديو ولكن بياخد مدة طويلة جدا وانا بشرح لكم دلوقتي هو لسه يعني باخد مدة طويلة جدا في انتاج الافاتار ولكن حبيت ان انا اقول لك ايضا هذه الميزة الموجودة داخل هون يون ده بالنسبة لي منصة تين سنت هون يون وانتاج الفيديوهات داخل هذه المنصة انصحك بقى ان انت تروح تجرب مش بس الفيجوال جينيريشن انصحك ان انت تجرب النماذج الاخرى اللي ممكن تفيدك بشكل كبير في انتاج التكست بالذكاء الاصطناعي انت عندك ريزونينج موديل وعندك موديلز سرعة بتاعتها عالية زي ما احنا شايفين هنا بتبتدي ان انت تختار في الفيليشن مثلا لو انت عايز حاجة think fast بتفكر بسرعة حيديك الموديلز المتاحة عايز حاجة slow thinking في ايضا الموديلز المتاحة وبيديك كمان بتدعم قد ايه context length السياق بتدعم قد ايه لو انا عندي عايزة حاجة think fast وعايزها تكون بتدعم سياق طويل هيكون هو ده المناسب اللي هو latest online بتبتدي ان انت تجو to experience وبتبتدي تجرب هذا النموذج ارجو جماعا انتو ما تركزوش فقط على نمازج انتاج الصور او انتاج الفيديوهات في ايضا نمازج اخرى جيدة جدا تقدر انت تستفيد بيها في حياتك اليومية لو انت شغال على project لو انت عايز تكتب مقالة لو انت عايز تكتب وصف لي الفيديو ممكن الموضوع ده او النمازج دي تساعدك بشكل كبير ده بالنسبة لي هون يون وتنسنت.com المنصة بشكل عام اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكممنت لو كنتم من متابعينا الاعزاء لو كنتم بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة